ما تعتمد كتير على الفون بوك اللي معاك لأنك أحياناً وقت اللي بتغير البزنس بيطير تسعين بالمئة منه تبقى نتكلم على المنافسين؟ هل قاعدين يسوون سبعين مليون في السنة ولا أكثر ولا أقل؟ بالحلال ما بيعملوا هالمبلغ بالحرام بيعملوا البدهمية وين نشوف سيارات الكهربائية وين نشوف فرايحة؟ إلى الجحيم المستقبل مش سيارات الكهربائية إذا مننا نحكي على البيئة فهي مش صديقة للبيئة لأنه بكل الدراسات بتقول أنه هي بتصير قد السيارة البترول فوق المئة وخمسين ألف كيلو يعني أنا بقول عن المهندسين اللي بصلحوا السيارات هم أشطر من الدكاترة اللي بتعالج الناس أتخيلك الحين في البداية تبا تأسس شيء أكبر من الشيء التقليدي ما يبالى رأس مال الأعلى كم حقيت في البداية؟ بديت المشروع صغير بديت المشروع بـ 2 مليون درمان هو كان مبلغ مش بسيط مليونين على كاراج أنا بسميكم كاراج في البداية أنتو تتحسسون أظنى من هالكلمة نحنا كثير من نتحسسون هالكلمة مليونين درهم كانت بوقتها هي صح أكثر من الموجود بالماركت لأنه نحنا حطينا اشتراطات مثلا أنا نحنا كان أول من أوائل مراكز الصيانة خليني أقول اللي نحنا مثلا حطينا مكيفات كان المركز مكيف لين اليوم على فكرة يفتحون وبدون تكيف بدون تكيف أنا قد تسألني ليش كان شرط أساسي عندك التكيف وكنت حاطه بالدراسة كنت أول إذا الشخص طبعا نحنا ببلاد حارة والرطوبة عندنا عالية بالصيف إذا هذا المهندس أو الموظف ما يقدر تعطيه بيئة جيدة للعمل فهو ما لا يقدر يعطيك كواليتي مين مكان يكون ما يعطيك الجودة تماما فأنت لازم توفره البيئة المميزة المريحة للعمل فبدأنا بصح برأس مال صغير وتيم صغير كانوا 12 موظف فقط مساحة المكان كانت 650 متر رأس المال الطبيعي يعني في توقعك في هذا الوقت المفروض كان يمشي معك كم ستة شهور سنة كنت عامل الدراسة أنه مغطي رأس مالي مغطي البيزنس كرواتب لستة شهور مصاريف تشغيلية قولها ستة شهور لازم إيجار دراسة بيزنس تعمل أنت الدراسة وتضيف عليها مصاريفك التشغيلية لستة شهور أوكي بديتوا الدخلون بلوس من أي شهر الحمد لله نحن أول شي بتوفيق من ربنا الحمد لله وتوفيق يعني كانت فيه أصدقاء كانوا داعمين ولو أنه بأول شغلة أحيانا ما تعتمد كثير على الفون بوك اللي معاك لأنك أحيانا في الوقت اللي بتغير البزنس بيطير تسعين بالمئة منه العلاقات أنت قصدك القديمة اللي يمجمعونهم تسعين بالمئة منهم يختيبون أنا هاي أنت جمعتهم طبعا اللي ما يعرفون أنت قبل كنت تداوم في وكالة من وكالة السيارات تماما حاببت تذكر اسمها بورشة بورشة علي أنتسونس أوكي قعدت معهم كم سنة تقريبا ثمان سنوات ثمان سنوات أوكي وتسعين بالمئة من جهات الاتصال اللي عندك أو أصدقائك وعلاقاتك خلنا نقول اللي في مجال العمل اختفوا أي ورقم طبيعي هذا أنت تشوفه أنا برأيي أنه اللي بيعتمد على هذا الموضوع يكون حذر لأنه مجرد ما غيرت البزنس قد تخسر نصف الفون بوك تبعك ما أدريش أنا أشوفك أنت يمكن قاعد بطريقة غير مباشرة تهدد موظفينك لا تطلعون اللي عندكم ما لا 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 اللي قادر أنه يعني يروح على حلم أو نجاح معين يروح يجرب بس الطريق صعب بنجي على المحطة أنا عندي شوية قصص بنيها بعضين خلا ندخل الحين في التأسيس والتشغيل عندنا مليونين ونبان نشغل لمدة ستة شهور أكيد وقتها تحس بالخطار أتخيل يمكن حطيت رأس مال في المشروع اللي هي الأمور الأساسية ما أدري شو تسمونها القيج والوينش اللي ربع السيئة نعم الجاكات كم تقريبا كلفك الموضوع كلفني تقريبا بحدود الستمائة سبعمائة ألف درهم ستمائة سبعمائة ألف عشان بس أفتح المشروع طبعا مع رخص مع تراخيز وشو اللي خلا خلنا نقول عجلة البيع تشتغل عندك يعني سويت طريقة التمييز يعني احنا طلعنا بشي مغير للسوق أنتو أعتقد طلعتوا بالجسمة باللي هو شو يسمونها بدفتر الصيانة يعني كانك تبيع صيانة مدة سنة صح؟ اللي هي عقود الضمان والصيانة عقوده حلو كانت أهم من هيك كانت نحنا عملنا فارق قلت لك بالسوق اللي هو نحنا فتنا بنظام شركة يعني كان كل الموظفين اللي هم ستاندرد لبس في سيفتي بالمكان التولز كانت أعلى المعدات كالنجايبين الأدوات العجوب مركز كان كتير بوقتها كانوا ناس تقول أنه أنتو عندكم استراحة أو مكان الجلوس يعني للنساء والرجال مع بتذكر أنا أخذت الفكرة من دبي مول كانت ريحة الجميلة هاي فأنا كتفوت على مركز صيانة ريحته جميلة الناس نضاف فكنا عاملين فرق بالسوق فهذا الشي يقول كون سمعة وجاب لكم زفاين يعني الحمد لله نحنا عملنا بريك إيفن بعد ثلاث شهور ماشاء الله كانت بومينج لكن لما تقول بريك إيفن بريك إيفن للمصاريف التشغيلية ولا للكابيتل اللي هو رأس المال لا لا بريك إيفن أنت تغطي مصاريفك التشغيلية تغطي الرواتب بس فدائيا فنحنا بدأنا نغطي عملنا بريك إيفن بعد ثلاث شهور رقم حلو هذا بس كانوا ثلاث شهور يمكن كنت ما أنام الليل يعني صعب كان خوف لأنه باقي ثلاث شهور وبيخلص اللي فلوس تماما وهي تحويشة العمر شوف هي أنا ما عاد وضعك خبرني لا لا صح هي كان أنا اللي لميته كل فترة العمل أنا استثمرت فيه هون وكانت يعني هلأ قد تكون ميزة وعيب نفس الوقت أنه أنا بقول الميزة أنك تحط كل قوتك به المركب وتراهن عليه بس مخاطرة عالية بس رح تكون كتير مخاطرة عالية بس هي قد تعطيك دافع كتير قوي يعني قد تكون للبقاء وأنك تقاوم أنك شرس بتصير لأنه خلاص أنا بعدها رح أخسر كل شيء ومو بس هيك يعني اللي كان أحيانا يخوفك أكتر قد تكون مزعجين نحن ما نخاف من الشماتة لأنني أنا وقت اللي طلعت من شغلي القديم طلعت بقمتي وكنت من الناس اللي جدا مميزين وأكتر من وكالة عرضت علي عفرات وكنت أقول لهم سوري أنا أنا رايح على بزنس خاص أنا رايح على حلمي فكان المراهنة كتير عالية بالموضوع من بعد ثلاثة شهور حسيت نوعا ما ما بنقل بالأمان بالراحة شوي يعني بديتوا مثل ما قلنا بالعقود وشو الأشياء اللي تميزتوا فيها غير اللي هي مناطق الراحة بديت أنا بما أني كنت قريب جدا من الوكالات وشغال بوكالة بصراحة أقول لك أنا اشتغلت على نقاط ضعف الوكالات أو اللي كانوا نقاط ضعف موجودة فبديت ألعب أنه أنا نقاط الضعف عملها نقاط قوة مثال أني مثلا أعطيت خدمات للبنات أو للحريم ميجانا ماذا تشحن سيارة؟ نحن نشلك سيارة ونرجع لك إياها فري فالناس حبت هاي الخدمات أنه أنا بديت أعطي خدمات أكتر بديت أعطي خدمة أنه طيب ليش لا تجي تدفع تستريم سيارتك؟ أنا أدفع أونلاين وخد سيارتك من عندك من البيت توصلك لباب البيت بدنا نعطي خدمة غسيل السيارة مجانا بدنا نعطي شوية خدمات لأن أنا كنت شغال بوكالة فأنا بعرف وين نقاط القوة والضعف بدنا نلعب على موضوع مثلا أنه كانت الوكالات تداوم الساعة الثمانية الصبح للساعة خمسة العصر في أوقات دوام الناس؟ تماما وهاي كانت نقطة ضعفة كبيرة ولازلت موجودة لليوم هاي من أحد الأسرار اللي أنا بقولها أنه أنت عم تسكر بس في شخص موظف يا دوب اللي يرجع على بيت وكيف دي يجي يستلم السيارة؟ فأنا رح تمديت دوام وقت العمل للساعة الثمانية بالليل فصارت الناس تلاقي أرياحية أنه أنا أوكي بروح برجع بالدوام برتاح بالبيت بتغدى بنام شوي بيجي باستلم سيارتي براحتي كيف استفدت من قمة السوشيال ميديا في هذه الأيام؟ يعني هل كنتوا تشتغلون سناب؟ سناب ممكن وقتها ما دخل ما دري إذا دخلنا إلى إنستغرام كيف كنتوا تستفيدون منها؟ كمان هاي من أحد الميزات اللي نحن اشتغلنا عليها أنه كانت الوكالات ما تشتغل بوقتها على السوشيال ميديا اللي هي غالبا كانت إنستغرام بوقتها فبدأنا نركز على الإستغرام أكتر وبدأنا نشتغل على الماركتينج على الإستغرام اللي هو كان البومينج بوقتها فبصراحة استفدنا من نبواتها في هذه الأيام ما في حد ما استفدنا من السوشيال ميديا والإنفلونسر بس بعدين أعتقد تأثينا بخاف اي لأنه الموضوع صار مش أكيوريت يعني صار كتير فيه مبالغة وصار اي يعني هو بفرجيك شي بس يراويك أرقام بمعنى صح لكن ليس في نتائج بس بالواقع لا بما أن العقود هي كانت خلنا نقول البداية اليوم شو المميز أو شو اللي يميز جيرمن إكسبرت عن باقي مراكز الصيانة نحن يعني ما رح نوقف بالتطوير وقلت لك أنا كل يوم عندي خطوة وعندي جديد نحن اللي عم نحاول نعمل ونحاول نعمل مركز صيانة بأعلى المعايير العالمية نحن عم نتخطى مصانع بالتكنولوجي والبروسيس اللي نحن عم نعملها نحن خلقنا وهاي ممكن كانت ميزة عنا إنه نحن قدرنا نبني ستاندرد out of the box كيف يعني؟ يعني أنت وقتل بتكون وكيل لمصنع معين فهو بيفرض عليك الستاندرد طبعه المعايير مالته أوكي؟ وهذا الستاندرد قد لا يتماشى مع المكان اللي أنت فيه يعني أنا قد أذكر مثال بسيط كان بحد الترينينج مرة ألمانيا كان عم يقولوا لنا أنه أنت لازم إذا إجارتك زبون لتركز وتعطيه كل الأفورتس على المين كاستمر طبعك بس أنا إذا كان جاييني شخص هو وزوجته أنا ما فيني أركز بالوطن العربي على زوجته وأعطيها كل الأفورتس فهم ما بيفهموا والكالتشر طبعا ثقافتنا غير ثقافتهم فنحن بنينا الستاندرد وكان عنا الحرية أنه نختار ما ننسى أن التكنولوجيا تتغير فنحن واكبنا التكنولوجيا نحن أول شركة قد أول بالعالم ما بنستخدم الأوراق من من 2017 طورنا سيستم وهاي كانت فكرتي أنه ليه لا أستخدم ورقة بتمر على كل الديبارتمنت وبالآخر بتصير وصخة وبالآخر الكسطمر بدي يشوفها ويدفع عليها ليه ما نعمل هذا الشي ديجيتال بما أنه في تاب وفي كمبيوتر وفي نعمل الداتا من مكان لمكان فنحن مثلا بيبرلس من 2017 بدون ورقة نظامكم على السيستم نظامنا بدون أوراق هل نفعكم هذا هل خلاكم أسرع هل يعني شو خلنا نقول انعكاسه عليكم أدق بالعمل يعني أنت صار في عندك دقة لأنه أنت كل الصيانة هي بتتم على عبارة عن مراحل وبتنتقل من 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 مكان من قسم لقسم فإنت وقت تنقل السيارة بين الأقسام بدك تعرف شو عم يصير بين الأقسام كلهم إذا عم تتناول الموضوع بورق ففي صعوبة لأنك ترجع تشيك على الوراق وتشوف شو عم يصير بينما إذا أنا بشوفه على شكل تقارير فبصير كثير أسهل لي أنا عارف شو عم يصير بالسيارة بكل المراحل اللي عم تتم فيها هل القراءات هذه لأنها صبحت بيبرلس أو خلا نقول صبحت رقمية هل أنت كصانع قرار في الشركة عطاك مجال أنك تحسن من الأوبريشن سيستم مالك؟ طبعا عطني مثال مثل أنك اتخذت قرار بناء على هذا وفحسنت منها الشغل خلا نغشل الشيء صحال بمراكز الصيانة هذا يعني كثير من أتكر لك المثال يعني أولا السيستم اللي إحنا موجود عندنا لليوم ما في مصنع ما رح أقول وكالة ما في مصنع بالعالم موجود عنده هذه التكنولوجي أنت تتكلم عن CRM الآن؟ تماما CRM اللي هو الخاص فينا اللي نحن طورنا ب جيرمان أكسبرتس Customer Relationship Management اللي هو بالعربي صراحا إدارة خدمة العميد إدارة خدمة العميد نعم أوكي يعني إذا بدأ نقول نقطة معينة فهو نحن نطور بأكثر من نقطة يعني أعطيك مثال بسيط مثلا نحن data customer ما نحافظ عليها مثال data السيارة أنا أصدي وهذا من الشغلات الكثير مهمة لدرجة أنه نحن يعني بكرة بدأكت بيها سيارتك هاي data كثير قد تعطيك added value للسيارة ممكن تكون كشهادة بمعنى صحي تماما أوكي فمثلا من الشغلات اللي نحن نطورينها البسيطة أنه إذا المائلج دخلة السيارة فيه والموظف كتب المائلج غلط اللي هو عداد الكيلومتر المسافة نحن عملين له tracking من أكثر من مكان حلو بيعطيه reject لازم يكتب المائلج الصح كيف tracking أكثر من مكان يعني تراقبون مثلا القير والمكينة وبناء عليهم سرفس التفايير الذي بداخل جوب كارد فェكتب رقم الكيلومتر نعم كم مشهت السيارة كم دخلت السيارة عانا بالكيلومتر نحن نرابطينها بال光يوني نحن نعمل رود تست نشىك على السيارة رود تست نقص علمارة رود تست في العداد الكستوب نحن نقاطين له عطينه خانة وعند يutlg kung key search لازم يكتب قديعة المائلج وعند يرجع يكتب أوق fuerte المالج. عشان نحن كمان نعمل التراكينج. قديش نحن نطلعنا كيو سي بالسيارة. قديش سأنا السيارة. عشان نفرج العمل لنحماس سأنا السيارة كيلومترات كبيرة يعني. فمجرد ما كتب كواليتي كونترول المالج غلط. او كان اثنين ما طابقوا مع بعض ببفر معين. بيعمل بلوك السيستم بيقولك انه في شي غلط روح صح. بس هذا يحسن عندك انه يخلي السيارة ما تمشي مثلا عند الموظفين بزيادة كأنك تراقب الموظفين بزيادة. فيعطي العمير راحة انه سيارتي ما. ويعطيك دقة بالمالج. انه المالج اللي دخلت فيه السيارة حتى لو غلط عنا الموظف فهو رح يتصح. نحن تراكينج للهيستوري السيارة. اوكي تمام. خبرني أكثر عن الأمور يعني دخلنا في التشغيل. أباشوف الجانب المالي للشركة بممكن. بتقدر تشاركني حجم فريق العمل اليوم. بديت بـ 12 موظف. بدينا بـ 12 موظف. بعد الـ 6 شهور بدينا نتوسع. الحمد لله. أخذنا الشابرة اللي ورانا صرنا بدل ستمية وخمسين متر صرنا ومتين. وللأسف صارت عندي عادة كل ستة شهور اهد جدار. فأنا حينا بقولهم جهزوا لي جدار أحسن ما اهد شي تاني. فبدينا نتوسع نتوسع نتوسع. وبنفس المكان. شوفوا. أنا دائما بقول أول شيء انه توفيه من ربنا دائما. انك انت سبحان الله لقيت مكان وانك تقدر تتوسع فيه. ما صعب لك المسألة ذلك المسألة اللي هو انك تدفع خلوص خلو. لا الحمد لله كانت مجرد انه المكان عم يفضى فنحنا نروح نعجر الورانا واللي جومنا يفضى. يمكن تخلونا مخزان لفترة وبعدين نعجره. ونكون جهزنا بدينا نجهز فيه شوي. شورو. منهد الجدار. نعم ما شاء الله عليكم. نمشي فيه. اليوم كم متر تقريبا. نحنا اليوم عنا فراين فرا أبو ضبي وفرا دبي. أبو ضبي فيها تقريبا سبع تلاف متر مربعة. دبي بحدود الخمس تلاف متر مربعة. يعني بنروح دبي بس خلنا فرا أبو ضبي. ايه. توتل عدد الموظفين كم اليوم؟ عدد الموظفين بحدود الميتين وستين متين وسبل الموظف. تقدر شاركنا ريفينيو الشركة العام مثلا. العام كان ريفينيو الشركة فوق السبعين مليون. سبعين مليون. سبعين مليون ما شاء الله. رقم كبير على مركز السيانة صح. أنا ما عندي أمانة نتصور لحجم مراكز السيانة. هو نحن بالبزنس تبعنا الكاش فلو عندنا عالي. بسبب انه في قطة. في قطة غيار أحيانا ما تكون غالية. فالكاش فلو عندنا عالي شوية. طبيعة المارجن ما بندخل على النت بروفت وخصوصية الشركة وايد ما بننبش فيها. احنا المارجن عندنا صغيرة على فكرة. مش مارجن. تقريبا كم؟ ها مش الربح اللي. يعني بحلال الله. آمين الحمد لله. هو بين 7 إلى 12 بالمئة. مش أكثر. قليل جدا صراحة. اذا كان هامش الربح كذيه. بس ما يعني كيف انتم تحسبون هامش الربح يعني من القطعة هل مثلا عملية. انا بحكي توتل. توتل. شوف اذا كان من 7 على 12. النت بروفت اللي هو صافي الربح. منها اوكي. انا بنحكي عن نت بروفت. اوكي نت بروفت. لا حلو. نحنا البزنس طبعنا مكلف. السبب فيه انه انت الخبرات اللي عم تجيبها مكلفة. التكنولوجي اللي عم تستخدمها مكلفة. التولز يعني اللي عم تستخدمها جدا مكلفة. لما تقول تولز انا ما ادري ليش. هتخيلها الجاك بس. والتول الوحيدة. لا دلعي. شو هي التولز؟ هذا من الخطأ الشائع. انا بقوله اللي احيانا كثيرا في ناس تفتح مركز صيانة بيطالة هيك. بقول لك كم جاك؟ عشر جاكات. اربع عشرة الاف ميد الف درهم. بقول له يا ريت هتوقف على جاكات. نحنا عنا احيانا سبيشيل تولز. طبعا نحنا خطصينا بالسيارات الالمانية. لليوم سيارات السيارات الاوروبية. الاوروبية اليوم. حلو. ما رح توصيين وكهرباء. ولا الياباني ولا الاميركي. والسبب اللي خلاني اختار السيارات الالمانية. التحدي. انه هي هي الاصعب. فانا رحت اخترت الاصعب وكمان مشان ما حدا يقدر ينافسني. يعني انا بتختار الاصعب ما حدا بيقرب عليك. وتختار السهل كل الناس بتروح عليه. فالسيارات الالمانية كل سيارة حتى احيانا كل محرك. له عدة الخاصة اللي انت بتتعامل معه فيها. فانت لازم تشتري العدة هالخاصة. وقد تكون هاي العدة جدا مكلفة. يعني يعني اعطيك مثال نحنا بنعمل الانجين. شو هو هذا؟ اللي هو بناء الانجين. بناء المقينة مالة السيارة؟ اي يعني بعد الله سمح الله انت بتمشي بالسيارة بنكسر المحرك. نحنا بنبني المحرك مرة ثانية. تبنونا من خلانكم تشترون المحرك ولا تشترون قطعة من المحرك. لا نشتري القطع ما هو الانجين هو عبارة عن قطع مركبة مع بعض. نعم. فنحنا بنروح بنفك هاي القطع بنشوف شو الخربان بنبدله ضمن خبرات معينة عنا اياها. وهذا اعتقد من اعقد الاشياء في. وهذا اصعب الاشياء. وهذا على فكرة نحنا بنعطي عليه ضمان سنتين. نحنا الوحيدين بالامارات بنعطي عليه ضمان سنتين. هذا ابدخل معاك فيه بعمق اكثر. لان هذا شيء تعرف يعني مثل ما يقولون سلاح ذو حدين. نعم. الحين انت لما تعطي عادة عادة يعني. بمنتاج شوفية وكالات السيارات يكونون طيبين. بس بعد يحاول يلقي ثغرة عشان يطلعك من الضمان. نعم. وهذا حقه بالقانون. اذا مثلا انت لاعب بالكيلومتر ولا مسوي حاجة. فعادة يتصيدون هالاخطاء لانها اصلا مكلفة عليهم. صح. انت الحين تصلح القبعة. والسيارة اصلا مستخدمة. المكينة بشكل عام مستخدمة. فتضمانها سنتين. طبيعي انها في نسبة خسارة عالية. او بمعنى صح ان الارور ولا نسبة وقوع الخطأ. علب كثير من المعدل الطبيعي. ممكن. ممكن يصير خطأ. نحن بالآخر بشر. عندك تراك ريكورد على خلينا نقول الضمانات للمكينة اللي انت كنت تضمانها للناس. كم مكينة اختربت خلال السنتين. جدا الرقم غير مذكور يعني. معقولة. ايه. قليل جدا. انا لو تسألني بتخيل فوق العشرين بالمئة. لا ما فيما عشرين بالمئة. احنا جدا الرقم قليل لا 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 يوصل لواحد بالمئة. فينا نقول بين كل مئة انجن نبنيهم. ممكن يصير عنا خلل بواحد او اثنين بالمئة. بثنين منهم. بس برجع بقول ان احنا مستخدم خبرات عم نشتغل على الانجن بطريقة صح. انتو قد تعطي ضمان دا تكون واثق من كل خطوة عم تعملها. لانه بصراحة الانجن مكلف. يعني في محركات با. اذا من كان مئتين مئتين وخمسين لفدرهم. حق الانجن. فاي غلطة بتغلطها بتطحن انجن. تكون ادها او لا تشتغلها. انت مثل اللي يسوي عملية للقلب. ايه فعلا يعني غرفة الانجن نحنا بناتبرها من اخطر الانواع واخطر العمل اللي عنا. وقد يعني بذكر انه صار معانا احيانا انقصص انه ايه طحن الانجن مرة تانية. كيف تتعامل مع هاليوم السيء هذا اللي يصال. ليس يوم سيء. البيزنس مش كله فوق. يجب فوق ولازم تحت تاني. لا هو هو ريسك نحنا حاسبينه من ضمن البيزنس. فنحنا نعرف انه هذا الريسك موجود. نعتذر لزبون ونرجع بنبني الانجن مرة تانية واذا وصلنا لما حالة انه يعني ما فينا نبنيه من نشتري الانجن تاني ونبنيله ومنعطي الضمان نفسه. بس امانة صدمتني لما قلت واحد بالمئة انه يعني الرقم جدا منخفض. نحنا عنا بالسيستم ان شاء الله اذا حبيت تزورنا وتشوف نحنا عاملين التراكينج وهاي على فكرة كثير عارضوني فيها مدرة. انا عامل التراكينج على الريبيت جوب. الريبيت جوب اللي هو انك تعمل الشغلة مرتين. انا صلحت لك سيارة طلعت. اتصلت عليه بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر بعد ثلاث شهور. نفس المشكلة? انه انا عندي نفس المشكلة. اوكي. فنحنا بنقول له لازم تستريم السيارة. وتذكر فيها ان السيارة فيها حلو? طبعا بتفوت السيارة نحن نفتح فيها ام مشكلة خلاص تحقيق. طبعا لانه نحنا لازم نعرف شو اللي خلل اللي صار بالسيارة. هل هو فعلا خلل من عنا من الشي اللي صار من عنا او خلل تاني بالسيارة. احيانا زبون ما بيعرف. فكر انه بالذات مثلا بي ام دابليو درايف ترين. كل شي بسبب البي ام دابليو بقول درايف ترين. فهي من الصعوبات اللي نحن. ما هو درايف ترين؟ هم بالبي ام دابليو للأسف كل الفولطات اللي أمينها بمكان واحد بيسموه درايف ترين. اللي هو درايف ترين هم عندر شاسي يعني اصدق. هي 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 هي. فاحيانا عطل قد يكون بالنجين او بالديفريشين او بالشاسي بيقول لك درايف ترين. يطلع لك يعني في هذا. احيانا صعوبة الشرح لزبون انه لا اخي درايف ترين اليوم من الجير مش من الانجين. انت عندك مشكلة تانية مش مشكلتك الاولانية. فانحنا نعمل التراكينج على الريبيت جوب. السبب اللي اللي خلاني ابدش هذا الموضوع ولو انه باثر على كواليتي كمانيجر. يعني انت المدير العام بهاي الشركة انت سيوه بالشركة. بس اذا عندك كتير ربيت جوب. انت انسان مش هاشي رحول. جودة جودة شغلك. جودة العمل. بس انا كنت عقول لهم للمدرة انه لا الريبيت جوب قد نحنا نتعلم منه وين اخطأنا و وين نحن نغلط. يخليكم اكفأ ويخليكم تشتغلون بطريقة اسرع المفروض. لان السيارات ما يعني اللي انت ضامننها له ما راح يرجع لك مرة ومرتين. تماما. وبالاخر انت عندك ارضاء الزبون هاي صعوبة كثير. يعني حتى لو اصلحت له السيارة اللي قد تخسركه. وهي كثير خطر بالموضوع هذا. فنحنا منراقب الريبيت جوب ونحنا منعرف قديش عنا ربيت جوب وقديش البرسنتج من العمل. نحنا قديش من الجوب اللي منفتحه ما نخي. تبانى تكلم على المنافسين. هل قاعدين يسوون سبعين مليون في السنة ولا اكثر ولا اقل. بالحلال. بالحلال ما بيعملوا هالمبلغ. بالحرام بيعملوا بدهمية. زين شو الحرام بالموضوع نورنا عشان نبتعد عنه مش عشان سيلا. مرة صدمت وقعت مع صديق الي هو اكبر بيع بارس بالامارات عنده ما شاء الله فروع بكل الامارات. ثلاثين سنة عنده. يبيع سبير بارت. نعم قطع غيار. قطع غيار. نعم. فعم يذكر لي قصة صدمني فيها بصراحة. انا ما كنت متوقعها. شو? قال لي انه في ناس بتفكر حالها اذكية بتشتري. بيرول عند بيراج بتصلح السيارة. فبيقول له مروحة. بقول له حاضر شنو عطيني شو المواصفات المروحة انا بروح اشتريها من من السبلاير. فبروح هو بيشتري له المروحة وبيعطيها. بقول له تفضل ركب لي المروحة السيارة. بجو بيقول له صاحب الورشة بس خلا يخليك عطيني الفاتورة. عشان لو كان غلط بالقطع. نرجع. نرجعها ونبدل القطع. اللي صدمني بيع البارت. انه تسعين بالمئة من الوطع هاي عم ترجع لعنده. اوف معناته يشتري قطع غيار مستعمل ويركبها. وهي الوطع اللي انت تعبت. يا ريتك ما تعبت ورح تشتريتها من عند السبلاير. وعطيته اياها. عم ترجع لعنده. فالحين السبلاير توهق المسكين. ايو الله. الكاستمر صاحب السيارة اللي ما نوعرف انه هو ومفكر بها قاله ان هاي الوطع المروحة الجديدة لان اشتريتها. ركبتها على السيارة. هي المروحة ما ركبت على سيارتك. مروحتك رجعت لعنده السبلاير واناخد فيها فلوس. بس بعد السبلاير او المورد ما لا علاقة المسكين. الغشاش اللي هو صاحب الورشة. لا. يمكن هذاك متواطع بعد معه. لا لا مش متواطع. بس انا رأيي الشخصي. اللي بيفتح الخزنة نفس اللي بيسرع. انت لما لازم تاخد منه الوطع. وانا هذا كان رأيي وانا قلت له اياه. اللي عم تعمله حرام. ما لازم ياخد منه الوطع. ما يسترجعها بمعنى صحيح. ما انا في النهاية مورد. او ابيع. وهذا سيستم الشغل يا اخي. هو اخذ القطعة واكتشف انها غلط. ورجع ليها. بس ما اخذ وطع تاني بدلها. وانت تتعرف كسبلاير انه هو عم يشتري وطعها يوز. وعم ركبه سيارات الناس. هو عم يسروع الناس. فانت عم تساعد الحرامي على الصراح. لا هو هذاك موضوع تاني. انا اعطيتك مثال قلت لك اللي بيفتح الخزنة. هو سارق. صحيح ما مد ايده على الخزنة وما اخذ فلوس. صوخه. سارق. نعترف هذا الشي. نشوف الموضوع بصراحة غريب. بس انا انا اشتل احس اني ما اقدر احكم على المورد الا اللي ما قاعد عنده. لانه يمكن بعد مسكين عنده عنده ضرور. ممكن. انزين بالنسبة للناس اللي هم اصحاب مراكز الصيانة. المنافسين خلنا نسميهم. كيف حجمهم. نقدر نقيس حجمهم. اول شي يعني زي بنا نقول كلمة منافسين فهي يعني ظلم. ما في منافسين. في براند. وفي كابيلة البراند. اوكي يعني في براند وفي ناس كابيلة الكم انتو. تماما. فنحنا البراند. نحن المين براند. نحن جيرمان اكسبرت. نحن اللي عمرنا عشر سنين بالامارات. وقلنا اسمنا بالسوق. وقلنا الناس كلها بتعرفنا. وفي ناس تمثل او تحاول انها تكون جيرمان اكسبرت. بسطف معين بشكل باسم بلوغو بستايل جوا تنظيم معين هو بيعمله. بحاولوا يصيروا كابيلة. بس هم مش. يعني بيظل البراند براند. يعني ال في براند. وفي كابيلة موجود. والبراند انت تشوفهم موجودين في الماركت. اريد ان تعطيني اسماء عن البراند اللي تشوفهم اليوم في ابو ظبيا وفي البيئة وفي الامارات. تشوف ان شغلهم مركز صيانة حلو. مركز صيانة حلو. هلأ انا بعرف يعني الدكتور بيعرفه وقت بفوت على ايادات بيعرف شو هم يصير. حلو. يعني انا بشوف بالسوشيال ميديا احيانا تبعتهم. شو عم يعملوا. فانحنا بنفهم. انا بعرف شو الخطأ اللي مرأ بالصورة. ايه. ما في. ما في. نعم. السوق فاضي يعني. بدخل بكر. يعني في ناس عم تحاول تعمل الكواليتي. في ناس عم تحاول تعمل الاسم. حلو. برجع بقول للبزنس هذا مكلف. نحنا عملناه مكلف. جيرمان اكسبرت. يعني نحنا وقت لبلشنا بمليونين. هلأ ما هتفيك تبلش مليون. نحنا عم نرفع وعم نرفع حتى على الوكلة عم نصابها عليهم. على مراكز الصيانة الأسامي العالميين. نحنا عم نصابها عليهم. بالتحاول اللي عم نحطه. في يوم عن يوم بصير أصحب الموضوع. اذا بتخبرني اكثر عن دامه ما في حد في السوق في هذه المقلدين خلنا نقول. شو سلبته مع المقلدين. لا اي مصلحة ناجحة بيشوفوها قصة نجاح معينة. بحاولوا يعملوا لها كوبي. هذا شيء طبيعي بأي مهنة. حتى بمجالك يعني موجود. زين. اوكي. في موضوع حلو. نحن ما ما دخلنا فيه بعمق اكثر. اللي هي عقود الضمان. كم متوسطة على هذا؟ نحنا للعقود اللي الضمان عاملين أسعارها في معين نظام وعادلات معينة نحنا ندخلينه لأنه نحن لازم نعطي نازم نفرق بين حسب المحرك السيارة حسب عمر السيارة لأنه هذا كله مؤثر بالضمان. يعني أنتم تضمنون أي سيارة هذه حتى لو كانت قديمة؟ ضمن الأوروبية. ضمن الأوروبية. فقط سبع سنين من عمر السيارة. أوكي. أول سبع سنين من عمر السيارة. أوكي. شرح لي شوي المعادلة هذه. أنت قلت مثلا المكينة عمرها. يعني في ألمنت يأثروا بالضمان اللي هو قديش ماشي السيارة. قديش عمر السيارة. قديش مكينة السيارة. هل عليها إلكتريك ولا إلكتريك تكنولوجي ولا لا؟ هل عليها مثلا أمامي خلفي. هل هي بيرفورمس ولا لا؟ هذا كله بيأثر بسعر الضمان. عشان نكون فير بين خليني أقول غولف عادية وان بوينت سيكس وغولف آر. ما فينا قارنة تنتين ببعض. أو خلينا نقول الكيين سلندر وكيين توربو اس. أوكي. نحن بنقول متوسط من كذا إلى كذا. سواء كانت من الفين درهم لسيارات مثلا. عطيت رقم منها من رأسي. لهم متوسط السيارات خلينا نقول الرخيصة إلى متوسط السيارات الغالية. طبعا كمان ما ننسى أنه في الضمان هو عبارة عن سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة. في عمنا كل هدول الشرائح. بس يعني خلينا نقول أفريج طبيعي لسعر الضمان بالسنة. نحن الضمان بيشمل سيرفيس كونتراكت رابطينه مع بعض. أوكي سيرفيس اللي هو بدل آية المكينة. اللي هو نحن نقول السيرفيس حسب مواطيات المصنع. نحن بنعمل السيرفيس حسب مانول المصنع. حسب توصيات المصنع. فهو الضمان مع سيرفيس مع خدمة الريكافري رايح راجع لكل عطل أو صيانة. الأفريج الطبيعي خلينا نقول على أربع سلندر بيكون تقريبا بين السبعة لثمانتلاف لثمانتلاف درهم بالسنة. بالسنة نعم. ايه. وبنقول السيارات اللي شوية خلينا نقول. أعلى بتطلع بتوصل لفيراري واللمبرغيني مثال على بحدود الخمسة وعشرين لثلاثين ألف درهم بالسنة. اللي في خمسة وعشرين لثلاثين الطبيعي في الوكالة كم نكون. فرق كبير. في سيارات هم ما ما بيعطوا عليها ضمان. طبيعي. في سيارات وارد تجي من برا. وفي سيارات عندهم اشتراطات معينة ما بيمددوا الضمان عليها. إذا عامل موديفكيشن على السيارة فانت ما بيرضع. مزودوا السيارة مثلا. في بشتراطات. أنا بقول عنها هي السيختي مش مؤثرة كثير بالسيارة. يعني تغير انت الكاتباك نص الإجزوز الخلفي. يعني أنا هي أكثر على السيارة. موكينكية مش مؤثر. هم بيرفضوها. فأيه سعر هم هم أغلب السعر ما أكيد. أغلب كثير. نقول دبل. قد يصلوا وقد هم ما بيجددوا يعني كمان. بس هو في شغلة في 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 قد يكون نفس السعر. بس. قديش رح تدفع ثمن الصيانة. الصيانة لما تقول الصيانة. هنستربت. ام. اوكي فهمت عليك. انزين انت الحين المفروض اذا دفعت 25 متل ما قلت انت. انا تخيل 25 خلاص. انا عطيتك هذا وبس. هل هل في دفع في الصيانة يعني في كل مرة أصينا السيارة هل أدفع؟. شير من اكسبرت لا. ايه. معاهم هي. معاهم ايه. بتدفع. واضح. واضح. واللي يعني مكلفة جدا. مكلفة جدا. نعم نعم. اوكي خذيت تصور عن الاسعار. عندكم تقريبا. نحنا قبل تكلمنا عن عن اللي هو صافي الربح من البزنس بشكل عام. الحين لو نحنا بنتكلم عن موضوع العقود. هامش الربح من العقود نفسها. نسبة كم تقريبا. يعني صعب الموضوع هذا لأنه يعني شوف بالآخر انت عم تبير. نحنا أول ناس بدينا بالصيانة خارج الوكالات. وأول ناس عملنا. أول ناس كنا عم ندرسه بهذا الليفل وهذا الكواليتي عم بحكي. كان فيه أسامي موجودة بالسوء بتعطيك صيانة الصورية أنا بقول عنها. اللي هو بوكلت بس كل ما بتروح لعنده بقول لك. نحن عملنا صيانة حقيية لدرجة أنه نحن هلأ وصلنا لليفل نحن تغطيتنا أكثر من المصنع. نحن ما نغطي أشياء. المصنع ما بغطي لك. أنا شو بالمقارنة مع المصنع غريبة. أنا أنا أتخيل أنك أنت المقارنة المهروض تكون مع الوكيل. لما تقول المصنع تخيل للمنبع. اللي هو إيطاليا مثلا. شو دخلك فيهم. أنت مركز صيانة وهم. ما هو. إذا بدك تقارن دائما بقول. عشان تعرف نفسك صح. رح قارن. يعني لازم تعرف أنت بعملنا نفسك عم تقارن. إذا أنا بدي قارن نفسي بشخص أو مركز صيانة. مش كواليتي ولا ستاندرد. أنا رح أقول من كانت عمرا ما وصلت لليوم جير من أكسبرت. لأني من أول ما يوم فتحتك. أنت أرحول. أنا أحسن واحد بالسوق. أنا الكينغ. خلاص. بس أنت كل ما أنت عم تقارن نفسك. يعني أنا أتلعب. أنا قارنت نفسي بالمصنع لأنه قد يكون في تجاوزات معينة بالماركت أو بماركت معين. بس أنت المصنع عنده ستاندرد. فأنت عم تتعليل ستاندرد أكثر من المصنع. أوكي أنت موضوع العقود. ما عضيتني إجابة وأنا أتفهم بحكم أنه ممكن تنوع السيارات وتنوع اللي هو عمر السيارة. فممكن قياسها. وقضية يفرق معاك من سنة لسنة لأنه الرسك اللي أنت عم تاخده. فعليا أنت عم تبيع الرسك. يعني في كثير ناس فاتت بالموضوع هذا وفكرته. لا لا لا. هو رسك له رسالة. إذا بدك تشتغله صح. إذا بدك تشتغله بطريقة غلط. كل ما إيجاك زبون تقول له ما في شيء على الضمان. هذا بروفيت. بس أكيد رح تخسر سمعتك. وأكيد ما رح تستمر عشر سنوات. إذا أنت بدك تعطي فعليها رسك. يعني قد تخسر بسيارة بكونتراكت واحد. عنا محرك سيارة براند كسر كلفت 250 درهم. مكلف جدا صراحة. وبتتحمله كامل وبتقول له سوري لزبون وتركبه السيارة وضل ما عشي. وبتكمل الكنتراكت. نزيل يعني عطيني تصور عن آآ شو أكثر خدمة بالنسبة لك أنت ما بقول الدخل لوس الدخل بروفيت. ربحية على نسبة وتناسب. يعني بشوف بمجالنا نحن بأنه مراكز الصيانة هما بالمجال هذا البادي شوب هو بدخل أكثر شيء فلوس. البادي شوب اللي هو الكثل. الصابغ والسامكرة. أوكي صاب صابغ. عطي. نحن عنا موجود قسم صابغ والسامكرة. هو فيها مش ربح عالي. هو اللي فيها مش ربح عالي. أكثر من الميكانيك. حتى من قول عنها نحن سبعين ثلاثين. المرجن هناك أعلى من هون. بس بما أنه كمان كتير عالية. وللأسف أحيانا الكثمر أنا بقول يعني ما عنده التقافة. ما بيعرف شو عم يصير. يعني ما بيعرف انه فيه معينة بالصابغ. فيه بروسس معين للصابغ. فيه شيء اسمه لازم تشتغل بطريقة معين. وهذا مكلف. هذا بدروها الرخيص. فالكومباتجين قد تكون هناك عالية شوية. أوكي. وانتوا حس يعني نقاط القوة عندكم في الجانب الفني أكثر. بتصليح وضمان. هذا أحسى أكثر. لأني أنا يعني أنا بلاقي نفس بصراحة أكثر. أكثر قسم بحبه هو الميكانيك. يعني تخيل آخر صوفتوير طورت وأنا كنت عبطور صوفتوير للبادي شوب. عشان يعطينا كواليتي أكثر ودقة أكثر بالبادي شوب. فجأة بكتشف أنه الموضوع وقلب انحرف. وصار صوفتوير للميكانيك جوب. وهو الشغف. هذا هو الذي صرفت. يعني أنا هوي ميكانيك. يعني أنا بالأساس عشقي حياتي. من أنا وصغير بحب السيارات بحب الميكانيك. ضيت عمري وأنا يعني أنا عاشق لهذا الشيء. نحن نتكلم على على سيستم اللي هو السيارة صح؟ تماما. كم حطيت فيه لوس. صدمت أنت بالرقم. ما باكتر صدم الناس. أنا لليوم مستثمر كاكوست. لأن لوس حطيتها في. أي يعني كوست. أنا أصدي أنه أنا ما بستخدم آوتسورس. نحنا فتحنا شركة صوفتوير. مختصة بمجاله ووظف موظفين ونحن نطور الصوفتوير تبعنا. ولما تقول صوفتوير أنت تتكلم سيارة أم مش كمبيوتر سيارات إلى آخر برمجات سيارة. لا لا. يعني سيارة طبعا نحن طورنا مع الابليكيشن. نحن أول مركز سيانة بالعالم. عندنا ابليكيشن يفرجي كل الشيء عن السيارة وكل البروسيس اللي عمتم فيها وكل الهيستوري. إن وان هاد. نوان كاريشت. أصدم الناس بالرقم اللي حطيته فيها. أكثر عن ستة مليون. أوكي. أوكي أنا عارف اليوم إن شاء الله في يعني مبيعات سبعين مليون. وبزنس قاعدين متبارك الرحمن. بس أني أنا أروح من كاراتش. سامحا. زين. وقاعد أطلع فلوس. هني هذا البزنس هذا اللي طلع فلوس. ليش أروح على سوفتوير. وحط فيه ستة مليون. اللي هي من شأنها ممكن تخلي تفتح لكم مثلا فرع في الإمارات الشمالية ولا فرع في السعودية. عشان ما تكون كاراتش. لأن الحلم. أنا وقتك كتبت دراسة ببزنس بلان لجيرمان اكسبرت. كتبتها إنه الجيرمان اكسبرت للعالمية. كانت حلمي أنه توصل للعالمية. فبصراحة أنا يعني برجع بقولها. قلتها صح. أنت هاي الفلوس اللي أنا استثمرتها. في غير هي ربحها بجيبته. رقم كبير هذا يعني يوم تقول صافي ربح هذا مثلا ستة مليون رقم كبير ترى. أنا استثمرتها عشان أقدر أكبر لأن أنت بدون السيستم ما فيك تكبر. بدون ما تحطه بسيستم دقيق يضبط لك الكواليتي يضبط السرعة. هذا بدي يصير سرعة لا سمح الله بالمكان عشان تحافظ كمان على حقك وحق الزبون. فلازم تستثمر بالسيستم ولأ وبرجع بقول أنه أنت حلمك توصل للعالمية. أنت ما حلمك. أنا لو حلمي أبدأ هون وهون مثل غيري كنت تلعب لمفلوس ومستانس بالمكان. هل ممكن باتر جيرمن أكسبرت هل ممكن باتر تكون شركة سوفتوير ما تصلح السيارات بس هذا السيارة المسيستم هو هذي يمثلكم؟ يمكن الريتائر ما انتبعي. أنا أنا بصراحة بعد ما بلشت بالسوفتوير عشق. وعشقة السلوشين اللي بيساعدك السحر اللي بيعمل لك ياه. الموفمينت الدقة. ممتق السوفتوير. فأي قد يكون الفيوتشر هو سوفتوير. بس برجع بقول جيرمن أكسبرت ما رح أسكرها هي الباك يارد. يعني هي المكان اللي أنا بلاقي نفسي فيه. وما من ننسى انه السوفتوير. السوفتوير هو مش مبرمج. نحن للأسف يعني نفاهمين السوفتوير بطريقة غلط. السوفتوير مش بروغرامر. البروغرامر هو تولس. إذا ما أعطيته الـ good information أو الـ idea الصح. فنحن الفكرة الحلوة بالموضوع. نحن بجيرمن أكسبرت. نحن عنا السوفتوير وعنا الـ ideas. عندك المبرمجين. عندنا المبرمجين. وعنا الأفكار اللي عم نقدر نبع الأفكار اللي أنا العاشق اللي عم يحاول يطور 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 يطور. فعنا الأفكار وبدك شيء ثالث مهم. التست environment. اللي هو. يعني شو يقولوا عنه تست environment اللي هو. أنا أصلاً ما أسمعت الكلمة. تست environment. تست environment. أنك أنت يعني تتجرب يعني أنك تتجرب الـ program اللي أنت عملته. نعم نعم نعم. الـ software اللي أنت عملته. على 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 مركزك. على الفلور على الواقع. هل هو ناجح ولا في في غاب. هل يخصر لي وقت هل يعطيني دقة صح؟ وبرجع بقول في في أحياناً يعني بتذكر في أحد المرات برمج ست شهور ظلنا نشتغل على الـ programer ست شهور على فكرة. طبقناها على الفلور بعد أقل من ساعة كنت شايلها. الفكرة كانت غلاط أو تنفيذها بمعنى صح غير عملي. تنفيذها كان عمل يعني غاب بكل الـ operation. تختل الـ operation معنا. تضرنا نشيلها بعد نص ساعة. وبعد سنتين لكملة الفكرة. التقنية صعبة. بس حلوة. صعبة حلوة. اليوم في ناس يشوفون أن تسلا software. شفت المصانع والسيارات وخطوط الانتاج والدنيا هذه. الهدف أنها بعدين توصل لـ software ويبيعونها للسيارات الكهربائية. وين شوف السيارات الكهربائية؟ وين شوف الفراحة؟ إلى الجحيم. صدق. ما تحس أنك أنت يعني. المستقبل ليس ساعة الكهربائية. من أول يوم طلعوا فيها وأنا لليوم ما دخلت بالكهرباء. المستقبل ليس للكهرباء. كانت عبارة عن دعاية قوية. حلو. عملوا بومينغ لها بقوة. كان فيه تشجيع عليها كثير من الدول وكذا. أنه لاح وغرين. هذا الكلام كان بعيد عن الصحة يعني. وهذا اللي عم نشوفه اليوم بالماركت. واضح أنه فيه دروب. دروب كبير. الوكلات عم تعاني ببيع سيارات الكهرباء. أسعارها عم تنهار لأول سنة. السيارة عم تنزل فوق الأربعين بالمئة من أول سنة. مش مش فرصة لي أنا كمستخدم عادي. ما تهمني البيئة ولا تهمني ولا يهمني شيء. مش فرصة هل أسعار هذه الطائحة أنا الواحد يأخذ لسيارة كهربائية؟ ممكن بس فيها كمان السيارة كهربائية يعني نحنا الحمد لله بنا الدول اللي بنعمة نحنا البترول عنا جدا رخيص. ويعني في شغف البترول في صوت الاكزوز. الحين بعضهم قاموا يحلونها يحطوا لك الصوت. أنا أشوف أنا عندي تسلا والحين من المؤيدين. نفس الآيفون والسامسونج. راح أغير لك السيارة قريبا إن شاء الله. شوف أنا بصراحة الحين يعني أحس أن شغلي أو حياتي نوعا ما فيها نوع من الروتين. أحس لو خطوة زيادة يزيد شغلي لازم يدخل البترول. التسلا تقيدني. السيارات الكهرباء أول شيء به هي نجحت بسيارات ايكونوميك. وإذا بتلاحظ كل البرندات الغالية ما نجحت. موديل تري والكوبي طبعا واللي ضربهم هم الشركات الصينية اللي عملت بوميك وحرقت السوق. وإذا بدك أشرحها يعني. ونشرح لي بالعكس موضو بسيارات الكهرباء بدها حلالة حالها يعني. إذا بدك نحكي عن السيارات الكهرباء وكيف بلشت ووين راحت ووين رايحة. وقصتها طويلة جدا. أنا بقول السيارة الكهرباء قد تكون ناجحة قد تكون ناجحة من A to B و B to A. إذا بنحكي على البيئة فهي مش صديقة للبيئة. لأنه كل الدراسات بتقول إنه هي بتصير قد السيارة البترول فوق المئة وخمسين ألف كيلو. يعني بعد المئة وخمسين ألف كيلو بتصير هي تنازلي الاستهلاك البيئة. ما مننسى إنه الليثيوم مكلف جدا. التخلص منه؟ لا تطليعه من البيئة. المايندينج. نعم نعم نعم. جدا مكلف وهو عم يحرق أراضي. نتخلم عن التعدين عشان. عشان التعدين عشان طلع الليثيوم. جدا مكلف وجدا انت بدك تحرق أراضي كبيرة لحتى تقدر تطلع المادة الليثيوم. ما ننسى إنه هي مادة من العنصر النادرة بالأرض. وليش هذا التغيير الفجأة العالمي صار على موضوع الكهرباء؟ من أنا برأيي الشخصي من أحد الأسباب إنه اكتشفوا العالم فجأة إنه كانوا إنه الصين هي التي تملك الليثيوم بالعالم. هي أكبر مالك للليثيوم ولذلك ما حدا بيقدرينها في الصين. لأنه الليثيوم هو العنصر الأساسي بالبطارية. طبعا هم عم يقولي هلأ عم يشتغلوا على قصة السوليد باتوري اللي بتعتمد على الملح. أنا برأيي الفيوتر هو قد يكون هايبرد والهايبرد شي ناجح وجميل. إنك تعطيني بطارية صغيرة مش مكلفة. قد إيش حقصار بطاريتك الكهرباء البطارية اللي عندك. ما عارف ولا. مئة وعشرين ألف درهم. بعد أربع سنوات تك تبيع سيارتك. تك تدفع مئة وعشرين عشان تبيعها بخمسين. معقولة. اه. يعني كانها القيمة كلها في البطاريات. السيارة إذا انت بتفكي البطارية هي فعليا المين شاسي للسيارة. يعني سيارة قد تنعوي. إنه نمعتبدين كله بينهم على البطارية. والشاسي ما لها بطاريات. طبعا عدا أنا بقول إنه للأسف ما توضح لليوم ولا ما بعرف ليه. مهمش شيء طبعا السلامة بالموضوع هذا. ليش السلامة مهمة شيء ما بعرف. بس تغرب أنا من الموقع. لما تقول السلامة تتكلم عن الحريك أنها تحترق. مثال. السيارة إذا احترقت بدها ستين ألف قلون بس لتبردها. بس هي مش رح تطفي. ولذلك أنا كنت عبقى رب بشوف برنامج من فترة. ونحن حط. لذلك أنا شقول لك أنا ما بدخل السيارات الكهرباء اللي عندي. لأنه أنت لازم تعمل نظام معين بالورشة. عشان هاي السيارات الكهرباء. لأنه هاي السيارات إذا أخدت. بلشت. قدت فايرد يعني ولعت السيارة. ما فيك تطفيها. وتخيل لوك في سيارات جنبها. نو وين اكتف فيها. فأنت من مستبعد الموضوع نهائيا في جيرماكس باست. اي أنا ما مش محبيدي الكهرباء. أوكي الهايبرد فكرته جميلة بطارية صغيرة. بتشحنها بسرعة. آآ مش مكلفة. تبديلها رخيص كمان. آآ فينك تشتغل من دونها ومعها. وتش is good. شو يفضل السيارات الهجينة حاليا في الماركت؟. اليابانيين لاحظ لليوم ما دخلوا بالكهرباء. عفكرة هو مثل بفيروس بتحسه. يعني ما ما بعرف ليش فجأة طلعت قصة نوكيا وصار كل العالم انتبه لا تكون نوكيا. آآ. وبدأت الشركات أنا بحكي عن الألماني كتير. للأسف تنحرف بشكل استثمارات بالمليارات بدأوا يكبوا فلوس وكبوا فلوس. انتبه لا تكون نوكيا. نوكيا لأنها تأخرت خسرة السوق. أنا بحس واحد هو أصدا طلعت قصة نوكيا. آآ. بعدين اكتشفوا انه لا 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 نوكيا ولا شيء. اليابانيين كانوا واعفين عم يتفرجوا. لا يعرفوا شو القرار الصح. وليكم اليابانيين هلأ عم يشتغلوا على محركات في اتفائية تمت من فترة قريبة بين نيسان تويوتا وهوندا على تطليع محرك هاجين بترول مع آآ. كهرباء. كهرباء. آآ بيعمل أرقام فلكية. الألمان هلأ وقفوا الشركات الألمانية كلها وقالت لك لا نحنا بعد ما كانوا الفين وخمسة وعشرين معت في محرك بترول. يعني أنا بصراحة من الشق البترول. محركات كبيرة. أنا بقول إذا بركب سير لازم تكون في ات. آآ. إنه بديت أفكر إنه أنا وين بخبي محركات تحت الفرشة. لشان أنا سمح الله في الفين وخمسة وعشرين مات في محركات. من هنا نشتري محركات. فالحين ليكم بالشوء عنه مرة ثانية إنه نحنا كان قرار غلط. نحنا اتجهنا مكان غلط. آآ. نرجع للاستثمار بالمحركات الكهربائية بالمحركات الفيول الانجين. نعم. نعم. رجوا يستثمروا فيها. حتى مش الهجين ردوا على هذا. ومن فترة معنا مرسيدس إنه لأ رح ترجع بالمحركات الفي ايت مرة ثانية ورح تكمل فيها و ونعيش معنا. بس هل تتوقع أن الهجين بيتفوق بيتفوق على المحرك العادي أو التقليدي؟. يتفوق هو هو بتفوق يعني هم عم يلعبوا على على موضوعين بهمهم. بصراحة تسلا هزت العالم بالإكسليريشن. كان جدا مزعج. تسارع. نعم. يعني تجيك تسلا ما فيها صوت. زيارة و هندرت بيجيب أرقام ما حدا بيجيبها. صح. اليوم سيارات البترول صارت أسرع من تسلا. السبب إنه هم عم ياخدوا كومباين. عم ياخدوا 200-300 هورس بور من الكهرباء. وعم ياخدوا من البترول 600-700 هورس بور. فعم وصلوا لأرقام فلاكية ما كانوا يوصلوها من قبل. ولذلك صاروا يدروا يتحدوا تسلا. طيب هلا تنتبه شوي لأنه فيه بالشارع باترول أسرع من سيارتك بس هي الفكرة أنه هم بدهم يطلعوا سيارات تساروها عالي. وياخدوا أعلى. والفكرة الثانية اللي بدهم إياها. بدهم يروحوا جرين شوي. فطلعوا اللي هي تكنولوجيا بقولوا عنها. اللي هي كانت بالفورمولا ون وطوروها شوي وياخدوها. اللي هي بتمشيك بين 100-110 كيلو. 120 كيلو متر. اللي هي إلكتريك. طبعا بال110-120 اللي هي ضمن البست كونديشن نحن نقول عنها. مش بالإنفايرمنت الطبيعية. يعني إذا الشارع بارتفع وينزل. إذا في زحمة بالشارع. حرارة الجو حر نعم. حرارة الجو جدا بتأثر على البطارية. كيف نزل هي تأثر؟ هل فيها ما خلينا نقول مراوح تشتغل عشان تبردها؟ فهذه تصرف بطارية ولا بالحرارة تسرب أكثر؟ كيف البطارية مثل ما أي بطارية أنت بتحطها بالشاحن. حتى الموبايل وتحطوه بالشاحن بيسخم. صح. فما بالك عن بتذكر تسلا كان عندهم 7500 بطارية توقع تحت السيارة. انت تخيل أن 7500 بطارية عم تشحنهم. بالفاست شارج. نعم نعم. سوبر شارج. في 20 دقيقية أو 25 دقيقية عاما. فبصير فيها اوفرهيت كثير عالي. هم استخدموا تكنولوجي الحين كلهم راحوا لنفس التكنولوجي. هم عم ياخدوا عم يبردوا البطارية مش بس بالمي. هم عم يبردوها بالمكيف. ولذلك بتلاحظ أن السيارات الكهرباء عمر الكمبريسور فيها جدا أصير. يتعب من كثر ما يبرد دائما. لأنه مش عم يبرد لك بس جوا السيارة. هو عم يبرد البطارية. وما ننسى صيفا شتاء أنه هو عم يبرد. صح. يعني حتى وقت لانت حط السيارة بالشارج وطالع على البيت هو عم يبرد. هو شغال. لأنه لازم يبرد البطارية. ولذلك من لاحظ أنه عمر البطارية عمر الكمبريسور. بالسيارات الكهرباء جدا أصير. وعم يحاول يروح على تكنولوجي. حاول يروح على تكنولوجي. عندهم كتير بالموضوع. وما من ننسى أنه كمان هم خايفين من التهريب بما أنه كل البطارية متتبرد بمي. وكهرباء. أنت عندك ريسك كتير عالي. فهم كمان بيخاف الحوادث. ولذلك بتشوف انه كتير كمان من السيارات الكهرباء. مجرد ما عملت حادث تروح توتالوست. ليش? لأنه ريسك البطارية كتير عالي وما حدا بيحب ياخد الريسك هذا. أوكي نرجع لحبيبنا جيرون اكسبرت. أوكي. بانك ما تحب الكهرباء خلنا نردك على المجال. بترول. بترول. ملوث للبيئة أنت. لا البترول قلتلك الكهرباء أنتو أنتو. بعد المية وخمسين ألف كيلو لو توفروا. بعدين أنتو عم تحرؤوا البيئة. موضوع ما أعطينا حقا. اللي هو قطع الغيار. اليوم أنت بأنك أنت ما أعطي الناس ضمانات. فوحدة من أتوقع أهم المعايير عندك أنا مسألتك عنها. اللي هي سرعة تنفيذ الصيانة أو العطر. هذا من الأشياء المهمة. أنا اليوم كصاحب سيارة إذا بحط سيارتي عندك. مهتم أنها تخلص في نفس اليوم. بأقول لك في نفس اليوم. حد أقصى يوم يومين. عطني تصور عن قطع الغيار اللي موجودة عندكم حجمها. وكذلك مدة صيانة السيارة. نحن عنه ستوك قطع للتقريبا للأربعة عشر بلاندة اللي من خدمهم. أربعة عشر سوري. براند. براند. أوكي. نعم. نحن عنا تقريبا بالستوك بحدود ثمانية مليون دراء. خلينها عندكم أنتو. نحن مشتريينها. نعم. وهذا شايف من كوست البزنس اللي أنت بدك تعمله. يعني الحين بدك تقول أنت مركز صيانة وبدك تفتح فيه. بدك تحط ستوك. بدون ستوك أنت ما تقدر تمشي. زين. أوكي. أول حاجة عندك يعني استوك بقيمة ثمانية مليون دراء. ثمانية مليون. الباكب بالنسبة لك هل هم آآ الموردين أو المزعين اللي هنا في الإمارات ولا تتعامل بشكل مباشر من المصانع. نحن 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 نتعامل مع كل وكل الإمارات ونأخذ منهم أطاع. آآ في تجار محليين عالميين ما بننسى أن نحن الحمد لله بالإمارات نحن آآ يعني أكبر آآ تجارة قطع الغيار بالوطن العربي. وأفريقيا من باعها الإمارات الحمد لله. المين سبلاير بالإمارات موجودين. فقطع الغيار الموجودة في الإمارات يعني عددها كبير. وتجار يعني والتنافسية. ولمعلوماتك حتى صارنا بالإمارات نحن أرخص من أي دولة تانية. بسبب تنافسية. بسبب أنه الدولة وفرت بيها استثمارية ناجحة. تخلم عن ممكن جبل علي سبب مثلا؟ أحد الأسباب جبل علي نظام الترخيص نظام أنك تفتح رخصة بنفسك ما بدك كفيل ما بدك حدا فهذا ينشط من التجارة. تماما. بنشط من التجارة وبسهل. فأنت بالنسبة لك خط الدفاع الأول لقطع الغيار لستوك اللي انت مشتريها. تماما. اختيارك لهذه القطع. وانت حطيت 8 مليون ما بتحطط طريقة عشوائية. أكيد عندك دراسات. كيف تختار القطع هذه؟ طبعا نحن بعد سنوات نحن عمرنا عشر سنين. نحن اليوم عن يوم نتعلم ونحن خسرنا وتعلمنا. كتير يعني خسرنا ستوك وتعلمنا منه. نحن بنبني الستوك تبعنا على طبعا نحن عنا السيستم بالسوفتوير. نحن بنعرف قديش الدماند وقديش عنا السيارات وقديش عنا السيارات على الضمان. بس بهمك انت دائما متل ما قلت سرعة العمل لانه بدك الكسطمر يكون دائما مبسوط. صح. فكل شيء سيرفس نحن بنوفره سيرفس نحن صغير ولا كبير كله موجود نحن رحنا ابعد من هيك كمان نحن بنعمل دراسة على كل سيارة ونعرف شو الاعطال المتكررة عليها. فمن روح نعمل ريزيرف ستوك تحجزونها. ايه يعني مثلا انا لو افترضنا انه عندي سيارة معينة عندي ميت سيارة على الضمان. في عطل معين بالدور لوك. فنحن مينموم لازم نخلي عنا بذل. انا هكذا الستاندر اللي عندي احط ولا البارت. انه لازم يكون عندك مينموم خمسين اطعام موجودة ان ستوك. لاني انا بركبها للسيارة الضمان والكسطمر العادي كمان. هل تعملون تصفيه للستوك هذي؟ هل تعملون مثلا تصفيه بشكل سنوي مثلا تبيعونها؟ لا هلأ في عندك فاست موفين ستوك سلو موفين ستوك. بالاخر بتوصل لمرحلة الدد. كيف نوصل لمرحلة الدد؟ احيانا بتكون انت عامل اردارات فجأة بتخف عنديك سيارات من نوع معين. ما بننسى انه الحمدلله نحن بالامارات بنقلب سياراتنا بسرعة. ونواكب الموديل بسرعة. فقط تطلع سيارة من الماركت من عندك من البراند. حتى نحنا عنا اشترات تاني بجرمي اكسبرت. نحن مستلبل فقط عشر سنين من عمر السيارة. يعني نحن بـ 2020 2024 عفون. نحن نستعمل 2014 فقط. قبل كانت سبع سنوات الحين عشر سنوات. كضمان. ها هذا كضمان. ها. هذا كمثلا تصليف. اي صيانة. نحن فوق السيارة تحت بلوء 2014-2013 نحن نستعملها. الا اذا كان الزبون لنا وكانت عنا هيستوري. يعني لو مبالش عنا من ثلاثة اربعة سنين بيدخل عادي. بس اذا اي سيارة بتدخل اه احنا ما عنا هيستوري لها. فوق العشر سنين بيعمل لك بلوك ممنوع تدخلها. حالو. فاذا بنا نروح على ديد ستوك. اي بيطلع معاك ديد ستوك. بس هنا قديش انت بدك تكون قوي بهاي الدبارتمنت. يعني احنا هاي الدبارتمنت لحالها. انا تقريبا بحدود ال 35 موظف. هي دبارتمنت مستقلة. هي كبيرة والله. ما تنسوا انهم عم يحكوا بفلوس. انت عطيهم فلوس. هم البنك الشركة. وتخيلهم يبيعون بعد. اتخيلهم يبيعون. يعني عادي مثلا اذا انا شوف ان القطعة هذه ما راح استخدمها على بناء على الظروف اللي عندي. ممكن اطلع جزء منها وابيعها. في من بيع شوية قطعة بصراحة. في ناس بتيجي بتشتري من عنا. ما لننسى ان احنا نشتري بلق. يعني احنا ارداراتنا الشهرية قد تصل من براند معين قد تصل لمليون درهم مليون نص. نشتري. احيانا نحنا ما يكون عنا. دائما لازم يكون انت مراقب السوق كمان. يعني انا بعرف انه في نعاط معينة بيكون السعر راح يجي في ارتفاع. فانت لازم تكون اذا كنت عندك هذا الحس والسيستم اللي انت تعرف تحس متل متل ستوك ماركت. فانت بتروح تشتري قطعة بتخليها نستوك. ومجرد ما ارتفع سعرها بصير انت عندك المارجين اعلى شوية. في موضوع ويد مهم. انا ما سألتك عنه. اللي هو ابتدينا المشروع بمليون ندرهم. هل دخلنا مستثمرين خلال هالما هالرحلة ولا استمرت الحالك. والما شو مكافح. مو بصعب هالشي. صعب ايه بس كمان في صعوبة تانية انه يجيك حدا ويفرض عليه شروطك يعني. يعني كانت صعوبة ايه. انا معك انه اذا ايجي مستثمر قد يكون انه بيسهلك انك تطلع الدرجة يعني. انك تاخد. بس ما كان عم يجي للشخص المناسب بالوقت المناسب. تعرف اني ها يوم خبرت الشباب اني راح اقابل طبعا الاسم جيرمان اكسبرت. ما حد يعرفك انت. ولا يعرفون انت من وين. حتى يوم. الله هو الخفي انا. ليش مش طالع يعني على على قوة البراند وانتشاره وكذا. ليش مش طالع ليش مالك تواجد. بحس نفسي اني انا يعني. ما بحبه الظهور كتير. حتى تيمي بيعترض على هذا الموضوع يعني. بقولولي انت المعلومات اللي عندك قد تكون كتير مفيدة للمجتمع. انت بتطقف الناس. انت بتتعلم الناس. ما عارف اللي هذا مستمتع بالمطق وقاعد عم يطبخ كل يوم ومستانس. ما بهمه الشهرة يعني مش مدور انا على الشهرة ولا ما بتهمني كتير يعني. مع انه ايه يعني جزء يمكن من الشغف اللي راكد وراه. يعني انا بالحق الحلم اللي هو انك انك مين انت بالآخر. شو سويت بحياتك. شو قصة النجاح اللي كتبتها يعني. يعني انا عمدورة قصة نجاح. بصراحة. انا بذكر من كان عمري 16 سنة كنت اقول لهم لاصحابي. وكانوا يضحكوا علي. كنت اقول لهم في ناس بتمر من جنب جدار التاريخ. في ناس بتوقف وتوقع. وانا راح اوقع على جدار التاريخ. هذا من اول عمري خمسة عشر سنة كنت. من وين جاك الالهام هذا وانت بهالعمر هذا يعني شي غريب تلقى طفل بعمر 16. شي العاد. واحد يقول لك انا راح اكتب تاريخي. ما يعني يمكن هاي من ربنا. انك رتكون انت انسان طموح. شوف انا اشتغلت على كثير على يعني كان في فترة بحياتي تعلمت انه انت شو بتحطه بعقلك. انت يعني البرمجة اللي نحن نشتغل عليها. يعني هي بس مجرد انك تشتغل على برمجة صح. بعد هالعمر بتمنى اني اشوف ناس واعطيهم البرمجة الصح. كيف انت بتعمل ادابت لنفسك. العقل جدا شي خطير. يعني الانسان ربنا خلقه على المعايير يعني. فهو بس انه كيف تعرف تحط الصوفتوير التمييز هذا عندك وراح تروح فيه. شو اكتر شي يساعدك انك تركز في صنعتك. كيف كيف انت تقدر تحفر على تركيزك انك انا خلاص انا مركز على هالشي. كيف تتعامل مع المشتتات. اول شي انا وقتل بجرمان اكسبرت باعت كل عن باعت بصراحة كدير اصدقاء. انا خسرت كل اصدقائي. وبالذات الاصدقاء السوداويين بيقولوا انهم ادور اللي عرفتهم. صرت ادور وعلى الناس. اني وقت القعد معك ترفع لي معنوياتي. يعني انا خايف. انا عرفته هذا الخايف. فبدي حدا يرفع لي معنوياتي. ما بدي حدا يحطني. كانت بعت عن اصدقائي. بعت عن هوايات. بعتت عن كل شي. انا وبدأت الحق الشغف هذا. اللي لليوم بقوله انا بحبه كتير وبقول هو هو السر هو السحر. اللي هو الاتقان. انك وقتل تعمل شي تتقنه. وهذا موجود يعني امثلة بكل شي. في ناس تعمل طاولة بتتقن. في ناس تعمل في طاولة حق درهم وخمسة درهم اوه خلينا نقول طبيعي. مئة درهم وفي طاولة حق مئة درهم. انا حفوعك راح حتى فيديوهاتهم هذول الناس بروح بشوفهم. بتلاقي ناس يعني مبدعين. الاتقان هو الشغف يعني هذا الشي اللي انا بقوله لأي شخص بدك تعمله. روح اتقن بعملك. وهذا موجود بديننا كمان. صح. انه نتقن الشي اللي نحن نعمله. اوكي. ابي اسألك عن الفريق. اليوم عندنا مئتين وستين مئتين وسبعين موظف. هل تدخل في عملية اختيار كل الموظفين ولا مختار لك جانب معين من التوظيف انت اللي توظف فيه. لا بصراحة ما فيني ادخل. يعني احنا عنا قسم هو بتدخل بالموضوع هذا. بس في عندي انا كي بلاير بالشركة. لاعب رئيسي بالشركة. ايه هدول هدول تيم الادارة انا بسميهم. اوكي. هم لازم يكونوا موافقين علىها. يعني هم تيمك المقرب. اوكي. لازم تقرب منك تيم هم يساعدوك على ادارة الشركة. فهذا التيم انا بو تقفي وبعطيه المهام هي وهو روح يعملها. بس حبا حبا. لحين انت عندك الاتش ار مثلا من تيم والاتش ار منيجر. عطاكم قائمة من الموظفين المرشحين قابلوهم وكانوا اوكي. من اللي يعطي انهم يداومون. مدير الورشة مثلا هو اللي بيقارن او شخص بالورشة هو اللي بيقارن بيقيم هدول الاشخاص. هو بياخدهم او لا. ففي عندي انا اشخاص معينين بكل ديبارتمنت بكل قسم انه اذا بدي اوظف اي حدا هو لازم ياخد من هذا الشخص. لانه هو بيعرف شو الستاندرد اللي احنا عنا اياه. شو اهم الستاندرد اللي انتوا بناءا عليها توظفون او تستبعدون. اكيد النوليج ان يكون عنده خبرة. عنده خبرة ومعرفة. لانه قلتلك نحنا السيارات الالمانية جدا معقدة. جدا معقدة. قد الناس ما بتعرف قديش نحنا الشالينج ما نعاني. ودائما بقول لليوم ما حدا اختار على سكانر. ما في سكانر للسيارات. وهذا مصعوبتنا. يعني انا بقول عن المهندسين اللي بصلحوا السيارات. هم اشطر من الدكاترة اللي بتعالج الناس. ليه? لانه الدكتور بيسألك وانت بتجاوب. مشكلة هاي ما بتجاوب. اي حبيب. بتحكي معانا. والله يعني انه شو عمي وجهك اليوم؟ طيب من وين الصوت عم يطلع؟ ما بتجاوب. بينما البشر بتجاوبوا. وقد يكون هون بقول طفيب الاطفال هو من الخصوات الصعبة. انه تتعامل مع طفيب الاطفال اللي انت ما بترشبه. فالمهندسين انا بقول هم بليفل ازا انا بتيصنفهم. مهندسين السيارات هم اعلى من الدكاترة. كخبرة. كصعوبة. يعني اعطيك بمثال انه السيارات الالمانية قد يوجد فيها خمس وثمانين لمية كمبيوتر. هدول كلهم بيحكوا مع بعض وبيتناقلوا معلومات. فيها فايبر اوبتيك. تحكي سيارة مع بعض. مستهون هاي التكنولوجيا عم بحكي فيها? فكتير صعوبة عنا بالتصليح. كتير اختيار المهندسين. يعني حتى احنا وقتل نختاره من اي مكان موجود او حتى من بر الدولة وقتل نجيبه. للأسف لا يتماشى مع ستاندر جيرمين اكسبرت. لكن نحن ستاندر اللي عنا هو اعلى من مصانع نحن نحطينا. فنحن منضطر ان نحطه باكاديمية جيرمين اكسبرت. ونبلش نشتغل عليه. عشان نطوره ونوصله للليفل لستاندرد البروسيجرز الكواليتي كيف تشتغل عليها. لحتى يتماشى معنا بالمعايير طبقتنا. اهم حاجة بالنسبة لاختيار الفريق الخبرة بالنسبة لك. الخبرة والشغلة الثانية هاي بس قليلة شوي. هاي بتيجي من دافع. يعني في مهندس في مهندس بحب شغله. في دكتور في دكتور عاشق شغوف. كيف يتعرف قبل ما توظف؟ صعب. يعني قد يكون هذا الشغل الشغف اللي عم يحكي بالشغف؟ بالواقع لا. بس بتبين عليك وقتل بتتواجد تشتغل معه وبتشغله وبتوظفه. فهدول اللي احنا نباشرة بنهتم فيهم منقربهم اكتر. كيف تتعامل مع الموظفين؟ ايش سيئين؟ انا دائما بقول احنا وهيك اهالينا ربونا. علموا علموا عاقبوا فنشوا. يعني حاول. لازم تعلموا. هادا هاي رسالة هاي امانة عليك. ما بصر تفنشوا. انا كتير انا بقول. احيانا قد يكون تفنيش الموظف من مدير فاشل. وانا دائما بنبه تيمي لهذا الموضوع ان كنت تنتبهه. قد يكون العيب مش فيه. العيب فيك انت. انت حطيته بالمكان الغلاط. فلا تقول عنه فاشل. هو اللي انت اللي فشلته. انت ما عرفت تطلع. يعني لكل انسان فيه ميزات وسيئات. صحيح. فانت لو عرفت تطلع منه ميزات وتاخد ميزاته. قد تستفيد منه. بس انت حطيته بمكانه وتبلش تطلع سيئاته اكيد ما رح تستفيد منه. وعلى فكرة موضوع التفنيش انا بعتبره مسؤولية كتير كبيرة يعني انا بحسه مثل اللي بدي يحكمه على واحد بالأدام. يعني انا ليلة اللي بيكون فيه تفنيش بحس الحالي ما بنام الليل يعني. لان هو امانة بصراحة. نحنا قلنا في بداية الحلقة ان من التحديات اللي انتوا اصلا جيتوا وتحلونها. ان اغلبية المحلات هي عبارة عن كراجات سيارات والمن والوان مانشو اللي هو الشخص الواحد اللي يدير العملية. اليوم الشخص هذا اذا كان عندك مهم كيف انت تحافظ عليه. واذا مثلا وصل لمرحلة عنده مية كونتاكت مية جهة اتصال. وقال بفتح انا البيزنس الخاص فيه. كيف تتعامل معه هل اصلا قاعدة تصير عندك؟ جدا. تصير جدا. انا عم بخسر موظفي من زمان وبالذات هدول اللي يقول عنهم كوبي عم. لما قلت لي من شوية كوبي يعني ناس من عندك؟ بيصوروا موظفي من عندك يعني بصير بتصوروا اليوم بكرة بيأخذوه من عندك. بيتفاعلوا الرقم بديوه بس عشان يحطوا انه نحنا كوبي يجير من اكسبرتس. حتى كانوا تاركت له هالموضوع تخيل اني بطلت اصور ناس. بصورك اليوم انا عارب بكرة خسرتك. يا رجل. يجبعون مهما كان الراتب بس عشان. بس شيلو. للأسف هي موجودة بالماركت. انا بقول شغلة بس. لويس هاملتون بطل العالم سبع مرات. صح؟ بس على مرسيدس. يوم نغير الفريق. مش بطل العالم. ممكن تكون بطل عندي تطلع. شكرا. وهذا اللي عم ينصدفه فيه المنافسين. اللي عم يقوله عن حالهم المنافسين. هذا اللي عم ينصدمه فيه. انك انت عم تاخذ من عندي. وعم تاخذ من عندي. وعم تاخذ من عندي. انا باحد السنوات خسرت 84 موظف. في سنة وحدة. بسنة وحدة. بسبب السرقة. كنت من احدى الشركات 84 موظف اخذوا من عندي. حلو. وكنت اقولهم ما رح تاخدوا بطولة العالم. انت عم تسروا. بس ما عندك ما عندك سيارة. ما عندك فريق. ما عندك تكنولوجي. مرسيدس يومن اخذت بطولة العالم. او بدي يقول انه مثلا ريد بول وقتل اخذت بطولة العالم. هو عناصر مجتمعه عملت هذا النجاح. مش عنصر. انت عم تسروا عنصر. اوكي واضح الحين. دور يعني الشركات اللي قاعدة تاخذ موظفينك. بس انت اكيد عندك سيستم. ولا حاجة. تحاول من خلالها تحافظ على موظفينك. سواء بالبيئة او بأي محفز. شو هي الاسرار. عطينا الاسرار اللي تخليك تحافظ على الموظفينك. اول شي انه لازم شوفه. نحنا بجرمان اكسبرس نحنا نعطي رواطب علي. نعطي الناس حواها. حلو. لدرجة انه حتى التأمين الصحي. انا بروح بحارب شركات التأمين لاخذ احسن تأمين صحي لموظفين. اللي عارفها البيسيك والمعزز وشو فوقها. ان التأمينات بشكل عام. يعني ما بعرف شو اساميها بس انه أنا وقتل بختار تأمين بختار انه تكون فيها مشافي. حتى للعمالة هاي. انه تكون فيها المشافي الكويسة اللي بتعطيها خدمة. يعني تعطيها مش مش الضمان الاقل اللي افضل ما انا باختصار. فيني انا انزل الضمان اربعين بالمئة لخمسين بالمئة تخيل. من السعر اللي انا بدفعه. بس انا ما بحارب هذا الموضوع. بقول انا هذا موظف. دول جيشة كدول عناصر كدول. لازم تحارب لهم. حلو. جانب واحد التأمين الصحي مركز انك تعطيهم مش بناء على الوضع الطبيعي فوق حبة. شو غيره. اللي يكون ان الشغلة الثانية لازم تكون بالشركة انه الرواتي تكون جيدة. حلو. ويعني متماشية مع مع السوق. الشغلة الثالثة انك تخلق له مكان للتطور. يعني احنا دائما من اولب جيرمن اكسبرتس الاولوية لابن الشركة. فاذا انت حابب تتطور وتنجح نحنا من دربك. حابب تنتقل مثلا من دياغنوسيز لتيم ليدر. من ميكانيكي لدياغنوسيز. نحنا جاهزين ندربك. وانطورك لا توصل لهذا الليفل. وراح نعطيك الراتب التاني. فانك تخت تترك هذا المجال بالشركة. فبصير الموظف عم يشوف انه فيه له مستقبر. فيني اكبر. مش انه انت قتلتلي عمري المهني هون. فانا في عندي مكان للتطور. الشغلة مهمة اخيرة انا بقولها انه قد يكون انه انك تشوف الـ HR هم قانون الشركة. حلو. انا دائما بحاول اني يكون بعيد عن التطبيق القانون بالشركة. انه اذا فيه ثواب او عقاب يتمع عن طريق الـ HR. فهو الموظف يحس حاله انه فير. مش انه صاحب العمل مستهدفني او ما بدياني او ما بيحبني. السيستم اللي يمشيني مش شخص. شكرا. في نظام عمل قانوني ضمن يتماشى مع قانون الدولة. هو اللي مطبع عليكم. مش قانون ابراهيم او قانون شخصي يطبع على الناس. وهي احيانا بتحس انه فيه الناس بتهرب من العمل لانه الجو العام مش مريح. احيانا بما اني انا اشتغلت بحياتي بكتير اماكن يعني. بقول احيانا من خطورة الشغل انه تكون او هذا اللي انا حاربته من اول يوم بجيرمان اكسبرت. انه ما يكون فيه مافيا جوات الشركة. وهاي عفكرة يعني هي. ويتشار عنك وعلى الجميع هي سرطان بتكون الشركة. قد تؤذي الشركة. اذا كان فيه مافيا معينة هي اللي عم تعمل كل شيء. كيف تكتشفها اصلا هذه المافيا. اليوم ان شاء الله عددكم بكرة ان شاء الله خمسمائة والف. واكثر ان شاء الله. كيف اصلا انت تكتشفها؟ بدك كون يعني عندك الحس هذا الامني. لا بدي يكون عندك انه. بسامع اعالي في كل شيء مايصير بالشركة. عندك تيمك اللي بتوتق وبتسمع له تيمك تعاقب وتكسر يعني أنا ما كل يعني اذا يعني في ناس عندي حاولوا يبنوا مافيا كان كثرتهم عن باشرة. كيف قتشفت انه ماصلا قاعدين اليابنون؟. فيفاجأة بتلاقي ببلش يحوط على تيمو وببلش يبني عشان يعني أنا عمري عشر سنين بالبزنس. انه مر على رأس كتير من image magnifiqueâl. بفجأة بتكتشف انه يجاك مدير وبالشي لما الناس حوالي عشان يسبب عنصر ضخط عليك. حلو؟ أول خطوة لازم تعملها شيلوا. أول خطوة. حلو؟ لأنه هذا خطر عليك هذا بيأذيك بكرة. لأنه قد يعمل عليك ثورة بالشركة. يقلب عليك الناس. تلاحظ أنه مثلا ما يسمع الكلام توجه أنت يميني روحي سار. كيف مثلا تلاحظ الشيء عليه؟ لا أقول لك بتحسوا أنه بيبلش بيبني تيم بيبلش الناس بتصير ولاء هائلو مش ولاء هائل الشركة. حلو؟ بيبلش أنه أنت مثلا يعني الزيادة أو أو اللي بيأخذوا من الشركة بيروح بيعطيه للموظف من عساس هو من هو عطاءه. البونس خلنا نقول الطبيعي. مثال أو زيادة الراتب أنه أنا جدت لك زيادة راتب. لا حبيبي سوري ما أنت لجدت له زيادة راتب. الشغلة أو اللي هو الشركة؟ الملكة قيمت أنت عطيت مقترح كمدير. نحن درسنا على معطيات عنا ياها وعطيناها الزيادة بيستهلها أو لا بيستهلها. والله هذه الأمور بصراحة تخرب لك البيزنس. شوف في مثل قديم نحن بنقوله البزنس بده رجل مكسورة. كيف؟ يعني تكون قاعد بالمحل. حتى في مثل الإمارات يمكن قريب إليه هيك بحس أنه لازم تكون أنت بالبيزنس على رأس عملك. والله الكلي بقول أنه هذي من أهم الحياة. أنت لازم تكون موجود. لازم تكون قاعد. أنا بداهم باليوم لا يقل عن 12 ل 14 ساعتين يبيعرفوا هذا الموضوع. أنا من ثلاث سنوات عطيت المدرأ إجازة يوم إضافي. حلو. أنا من ثلاث سنوات بداهم هذا اليوم. مع أنه كل المدرأ بالشركة ما بداهموا فيه. يوم إضافي في الشهر بمعنى صح؟ لا. يعني. إحنا بنداهم ست خمسة يام عمل. المدرأ بداهموا خمسة يام عمل. حلو. هي هي. بس أنت هذا اليوم الدومة. أنا بدومه. وعفكرة قد ينصدموا مني. إنه هذا أكثر يوم باعتبره الوان ستيب فورورد. هذا اليوم اللي أنا بقعد مع الناس بس مع الديبارتمنت بحاول أكتشف جديد. أطور بروسس معينة بروح بحكي مع الموظف مع الميكانيكي مع أي قسم. مع البارتس. شو فينا هذا اللي بعتبره اليوم التطوير. بعد مع البروغرامر بشاركهم بأفكار. نشتغل على بروجيكت معين. أبراهيم من حلاوة سوال فك. خليني أطلع من موضوع ودخل في موضوع ثاني. حبيبي. واكتشف الحين أني أنا ما ما عطيت موضوع اللي هو قطع الغيار حقه. هل تفكر أنك باتشر تتوسع فيك كبزنس؟. نحن نعم نشتغل على سوفتوير. نعم. رح يكون إن شاء الله أول سوفتوير بالوطن العربي بهذا الليفل. أوكي. هلو ما بدي يقول بالعالم يعني بس أنه. لما تقول بهذا الليفل شو قصدك؟ إنه هو مشكلة ما بدي أشرح عن الفكرة كثير. هي يعني نحن نبرمج فيها. الموضوع كثير كان علينا لأنه حطينا كل التكنولوجيا الموجودة اليوم بالعالم. بالآبليكيشن حطيناها فيه. حلو؟ مختصر نحن نقول عن نفسنا يعني اللي عم بعمله أنا هو أمازون قطع الغيار. خبرنا عن فرع دبي. عطنا عطنا التفاصيل لأنه عطيتها أنت كي مريت عليه مرور الكرار؟ من سنتين تقريباً عمر الفتحناب. يعني 2022 فتحنا فرع دبي. شو أسباب فتح الفرع في دبي؟ هل هو توسع بالنسبة لك؟ سوء أبو طبي نحن غطينا وكان خلاص بنينا اسمنا. فرع دبي كان دبي أنا بقول عنها هي صارت يعني إذا إذا أنت حابب تطلق شركة العالمية كانوا بيقولوا نيويورك قبل. الحين صارت دبي. إذا حابب تنتقل للعالمية لازم تحط بنشمارك علامة بدبي. فهي تطور للمسيرة اللي احنا ماشيين فيها لأنه حلمنا نوصل للعالمية فكان لازم أنا أفتح فرع بدبي. وما من نسى أنه هو سوء دبي كمان سوء كبير. يعني تجربة قربتك خلنا نقول في دبي حلوة؟ كان لناك كثير نحن عنا زبايم تجينا من دبي أكيد يعني الإمارات الشمالية بيجوا عنا فنحن حبينا نكون موجودين بدبي حبينا نكون بقربين على شارع الشيخ زايد فلذلك اخترنا بريميوم لوكيشن اشتغلنا عليه ست شهور ليلة النهار فتحنا الفرع. شارع الشيخ زايد غالي؟ غالي. قم تتبعوني جارة؟ أكثر عن مليون ونص أكثر عن مليون ونص وتجربتكم فيها من سنتين الحين عملنا حاولت أعمل نيو جينيريشن كان من جيرمان نحن عملنا ببرج العرب بعالم السيارات كيف؟ وكانت تحدي إلنا وتحدي علينا يعني نحب التحدي نحن كانت الفكرة منه أنه طبعا أنا دائما بعمل جيرمان أنه يشوف بس ما فيهين يفوت لأنه هي حلو يشوف معنا صح أن شكل الورشة من داخل الزجاج؟ اه فنحن عملنا مكان الانتظار مكان الانتظار هو موجود بشورهم فأنك تقعد ويشوف سيارتك؟ وتقعد بسيارات جميلة وتشوف سيارتك قدامك خلالك أزاز بس كانت تحدي إلنا أنه كيف أنت بدك تقعد ويتينج أريا منطقة انتظار هادية لازم تكون؟ وجنبك ورشة فيها نويز صح لازم عزل صوت طرينا أنه كانت تكاليف كتير عالية لنعزل الصوت أنه بدنا الناس تقعد هون مرتاحة مبسوطة وتشوف تستمتع بالنظر فهذا اللي احنا عملناه الفكرة الفارئ بصراحة كتير تكلفنا عن ديكور عملنا ديكور كان واو طلعت كل الأفكار الجديدة اللي هو يعني أنا بقول النيو جنراتي 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 هيك لازم يكون أنه يكون فيها ويتينج أريا المكان كله مكيف راحة للزبون يقعد مرتاح كراسي جميلة سيارات حلوة يكون هدول العشاق السيارات يأتيوا يستمتعوا بالمكان على مبدأ المطاعم الفاين داينج المطاعم اللي واطقة من نفسها وتسوي لك المطبخ الزجاجي اوبن كتشين اوبن كتشين اوبن كتشين مزين التجربة دبي ما أعطيتني تفاصيل وائد عنها بس شو التحديات اللي قاعدت توجهها في دبي نحنا بدينا دبي ما أدري حس كنت تتكلم عن فرع بوظبي فيك طاقة ومتحمسة دبي شوي بالعكس دبي الحمد لله نحنا القروث اللي عم نعمله مانخي كتير ممتاز التأخر اتاق喀 pokemon طاقة تؤخرت شوي بدبي حلو بس كان يعني الحين اليوم الى نحنا الارفام اللي عم نجيبها جدا ممتازة بالعكس قريبا قد أنتوسعنا الدبي يعني نرجع من أول دبي أكيد صعب. ما شمحظوظ الذي هو من ناحية التوسع ما لقيت مكان. تماما فرح للا إن شاء الله مكان قريب نحن نستطيع أن نتوسع فيه. شوروم نحن فتحنا كمان شوروم دبي. من بيع فقط السيارات الترستد نحن نقول عنها. اللي هي سيرتيفايد باي جيرمين اكسبرت. هذا ما تكلمنا عنا شو هذا. نحن فتحنا شوروم اللي هي جي اي موتورز اللي هو بيزنس ثالث إلنا أو رابع. نقدر نعتبر هذا بيزنس مستقل. مستقل. نعم نعم. إله إدارته ومنفصل عننا. الأونر أنت الوحيد ولا معك شركة؟ أنا الوحيد. أوكي. أوكي. الفكرة منه كان إنه كانت منطلب من الناس بصراحة من أصحابي وزبائنا إنه يا أخي مننا نشتري سيارة ألمانية بس أنا بدي أوثق بهذه السيارة كيف بدي أوثق فيها؟ ليش ما أنتوا بتاع بيجيبوننا سيارات وبتبيعون إياها؟ فهون جت الفكرة أنه طيب ليش نحن نشتري السيارات بالسوق. نصلحها. نحط عليها ضمان وسيرفيس كونتراكت وبنبيعها للناس. أوكي. خلو؟ فهون بدأت الفكرة أنه كل السيارات اللي نحن نبيعها بدا تكون لازم شرط عنا نسية تراستد اللي هي سيرتيفايت. وأنتوا تشيكون عليها إذا كانت بجودة معينة. عطيتوها الشهادة. أو نرفضها يعني. يعني نحن السيارة الملعوبة الكيلو ما مدخلها. ممنوع بها. السيارة اللي فيها ضربة تشاسي ونفحصها ونشوفها. أوكي. إذا السيارة فيها عطل نحن نفحص سيارة قد. نحن نحن نحط سيارات برهنة البيع لأشخاص. لو حبيت بيع السيارتك فينك تحطها عنا. فهون بهيك حالة ما فينا نصلح السيارة. لأنك ما رح تدرطها تدفع فلوس على تسليحة وأنت بدك بيع. فهون نحن نفحص السيارة ونطلع عليها استيميشن قديش تكلفت الصيانة. وبيجي اللي بدي يشتريها منقول له هاي السيارة لو حبيت تشتريها. هاي صيانتها. هذا ضمانها. عندنا. موجود. ادفع هذا الرقم رح تاخدها من الباب بضمان سنة أو سنتين. حلو هذا. دخلته في وايد حلول أمانة للسيارات. هو سايد بيزنس لنا. هو مكمل للبيزنس. وايد حلو. شكرا للناس اللي توصل مرحلة ما بعد نهاية الحلقة. تفاعلكم ونشركم لهذا المحتوى هو سبب رئيسي لاستمرارنا ولعطائنا كثير. كذلك أشكر فريق ترينس بودكاست. عادل في التصوير. سليمان في الاعداد. كذلك كريم في الاعداد. شكرا لكم. اشتركوا في القناة